هل نقلت المعارضة السورية ثقل المعركة من حلب إلى حما؟ الهجوم الانتحاري على حما يطرح هذه الفرضية هذا التفجير حمل ثلاثة روايات وكالة الأنباء الرسمية سانة تكلمت على تفجيرين انتحاريين استهدفا وسط مدينة حما المرصد السوري أضاف معلومة أن أحد الانتحاريين فجر نفسه قرب مقر لحزب البعث في ساحة العاصي وأما الرواية الثالثة فهي لداعش وهو الطرف الذي تبنى الهجوم وتحدث عن ثلاث هجمات استهدفت مقر حزب البعث والشرطة في هذا الوقت كان ريف حما يتعرض لقصف جوي روسي بصواريخ ارتجاجية على مراكز لجيش العزة المدعوم من واشنطن في وقت نمرت الغارات أكبر مستشفى في المحافظة إلى حلب حيث تقدمت قوات النظام باتجاه الأحياء الشرقية الخادعة لسيطرة الفصائل المعارضة بعد غارات كثيفة للطيران الروسي هذا التصعيد لم يحل دون النزاعات بين فصائل المعارضة إذ قال أحمد عثمان القيادي المعارض في لواء السلطان مراد إن مسلحيه يتقدمون في بلدة ضابق الخادعة لسيطرة داعش ولكن ببطء بسبب الألغام المزروعة فيما أعلن مسؤوله في البنتاجون أن واشنطن استهدفت عضوا بارزا في القاعدة في سوريا بدون أي معلومات إضافية قبل أن تنعجبها تفتح الشام مقتل عضو القاعدة المصري أبو الفرج المصري في ضربة جوية للتحالف الدولي في إدلب سياسياً على وقع تقدم قوات النظام في حلب يعتزم وزير الخارجية السورية وليد المعلم زيارة روسيا الشهر الجاري من دون الإعلان عن موعد الزيارة في العراق قتل عشرة أشخاص على الأقال وجرح حوالي 25 في تفجيرين انتحاريين بحزامين ناسفين استهدفا سوقاً شعبياً وموكب عزاء للإمام الحسين في بغداد التفجيران وقعا بفارق زمني محدود واستهدف الأول سوقاً شعبية غرب العاصمة في مواقع الآخر قرب موكب لعزاء الإمام الحسين